انشغل الرأي العام بمقولة أن المقارس إلي غباش فبرك ملف عمالة للمسرحي زياد عيتاني لكن التحقيقات كشفت عكس ذلك تماما فما فعله غباش أنه بعد علمه بوجود ملف عمالة قديم بحق عيتاني لدى أمن الدولة وتكليفه رسميا بالعمل عليه لقاء بدل مالي أرسل رسالة من حساب فيسبوك باسم نيلي إلى حساب عيتاني ولكنه وضع عن قصد حظرا بين الحسابين ليمنع عيتاني من الإجابة على رسالة نيلي كما أتى على لسان غباش أمام رئيس المحكمة العسكرية لأنه لم يكن يريد أن يجعله عميلا بل أراده أن يأتي فقط إلى التحقيق أما لجهة ما سرب للإعلام بأن غباش قرصن حساب عيتاني وركب محادثة مع عميلة إسرائيلية فقد ثبت بحسب التحقيقات أنه لم يحصل بالواقع ولكن إذا كان ما فعله غباش وبشهادة شعبة المعلومات لا يدين عيتاني بالعمالة ولا يدل على أي تواصل مع العدو إذن ما الذي طرأ على الملف وما المفاجآت التي رافقت توقيف عيتاني المفاجآة الأولى هي ضبط جهاز أمن الدولة كتابا للموسات في منزله المفاجآة الثانية هي ضبط كمية من المخدرات موضوعة بشكل ظاهر على طاولة في منزله المفاجآة الثالثة هي اعترافه بإجراء تواصل مع عميلة تدعى كولات فيانفي منذ العام 2014 بهدف التطبيع الثقافي وملاقاتها في تركيا والاستحصال منها على أموال ما سبب الادعاء عليه ولا دخل لرسالة غباش في الموضوع والدليل القاطع على ذلك عدم ذكر نيلي أي ملف غباش في ورقة الادعاء بحق عيتاني المفاجآة الرابعة حالة الاسترخاء الكلي التي ظهر بها عيتاني لدى إدلائه باعترافاته والمسجل بالصوت والصورة ما شكل صدمة لمن شهدها المفاجآة الخامسة هي تقرير الكشف الطبي على عيتاني الذي يؤكد بالدليل القاطع أنه عرض على طبيب وأنه لم يتعرض لأي ضرب أو تعذيب المفاجآة السادسة تكمن في مثول عيتاني للمرة الأولى أمام القاضي رياض أبو غيدة حيث تقدم بدفوع شكلية عيوضا عن الإدلاء بإفادته متسببا بتوقيف نفسه 18 يوما إضافيا المفاجآة السابعة أتت على لسان عيتاني حين سأله أبو غيدة عن معلوماته عن استهداف وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق حسب ما ألمح في التحقيقات لدى أمن الدولة فأجاب أن أمن الدولة نفسها نصحته بعدم الإجابة لتجنيبه التورط بجرم العمالة المفاجآة الثامنة تكمن في إنكار عيتاني اتصاله بأرقام تركية مدعيا أنه لا يملك خدمة رومينغ في حين ثبت العكس من جواب شركة MTC هذه المفاجآة تطرح عدة أسئلة فهل يكون لسان عيتاني هو من افترع عليه أم أن ما ضبط في منزله على الطاولة كان له التأثير الأكبر أو أن ما أخفي في هذا الموضوع أعظم مما تم الكشف عنه